وقتك المعتاد هنروح مع حضرتكم لأخبار الصحافة معد البحوث الزراعية البطيخ آمن جدا والمبيدات المسرطنة لم تعد موجودة قال الدكتور سليمان عمران رئيس البرنامج الوطني لإنتاج دقاوي البطيخ بمعد بحوث البحوث الزراعية أن البطيخ في مصر هذا الموسم جيد ولا توجد أي شكوى منه أضاف أيضا أن البيضة الموجودة بالبطيخ تعد مشكلة قد تكون نتيجة عدم النطج الكافي الناس بتقطف البطيخ نظرا لانخفاض الأسعار ولم يعود أحد في الزراع يستخدم مبيدات مصرطنة وأصبح هناك وعي لدى المزارعين أن ممكن ابنه يأكل منه ولم تعود المبيدات المصرطنة منتشرة في مصر من الأخبار المحلية أيضا أمريكا تستثمر 39 مليون دولار ببرنامج تمكين المرأة في مصر أطلقت الحكومة الأمريكية اليوم من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بهدف تزويد 200 ألف سيدة في سبعة محافظات على مستوى الجمهورية بفرص عمل متزايدة وذلك تعزيزا لأدوارهم القيادية والوصول إلى الخدمات المالية الرقمية والخدمات الصحية والقانونية والنفسية للناجيات من العنف من هذا الخبر نروح لخبر خاص بالتعليم التعليم تتشين مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية العام المقبل أكد دكتور محمد مجاهد نائب ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن العام المقبل سيشهد تتشين مدارس دولية تكنولوجية تطبيقية من خلال برنامج يساعد مصر في تطوير التعليم الفني وطبعا يمولوا الحكومة الأمريكية من خلال برنامج الحكومة الأمريكية وستبنى هذا البرنامج إنشاء عشرة مدارس ومعظمها مدارس صناعية دي مشاهدينا كانت أهم أخبارنا المحلية النهاردة ودلوقتي سريعاً مع حضراتكم هننتقل لأخبار الرياضة أما عن أول أخبارنا الرياضة النهاردة مصر تشارك في دورة ألعاب البحر المتوسط بـ 177 لاعباً ولاعبة في 19 لعبة حدد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط في الدورة رقم 19 المقرر أنها تقوم في مدينة وهران بالجزائر وذلك خلال الفترة من 25 يونيو حتى 5 يوليو من العام الجاري 2022 الأهل يفوز على الدفاع الجوي بخماسية نظيفة ودياً استعداداً لكأس مصر والدوري حقق النادي الأهل فوزاً كبيراً على فريق الدفاع الجوي بخماسية أهداف نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوي وذلك يعتبر من أولى المباراة للأهل الودية استعداداً لمواجهة المصري بالسلوم وإسترين كومبيني انطلق معسكر منتخب مصر استعداداً لتصفيات كأس العالم للسلة انطلق معسكر المنتخب المصري لكرة السلة بقيادة الكندي روي رانا استعداداً للمرحلة المقبلة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2023 وتقام المرحلة القادمة من تصفيات كأس العالم في صالة برج العرب الأسكندرية في الأول من شهر يوليو المقبل دي مشاهدينا كانت أهم أخبار الرياضة النهاردة ترجمة نانسي قنقر